اشتركوا في القناة 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 يبقى انت مطفق معايا ان نفس الديستانس فهو يرجع تاني يبقى الديستانس اللي مرجعها دي برضو 100 صح ولا انت ايه رأيك 100 ايه ميتر طب اخدها في قد ايه عشان يرجع تاني نقطة البداية اللي بدأ منها الجاري calculate the racer the average speed اول حاجة while running في الفترة اللي كان بيجري فيها هو عايز the average speed في الديستانس اللي كان بيجري فيها طيب تمام يبقى the average speed equal ايه اول سؤال the average speed equal distance divided time هي the total distance divided total time طيب the total distance كام 100 واسنقه هو بيجري بس 100 هي والتوتال تايم 10 يبقى the average speed equal كام equal 10 ميتر بير ساكن عظيم ده كده إجابة السؤال الاول السؤال التاني بيقول ايه عايز the average speed while returning هو راجع طيب ايه the average speed اهي equal total distance divided total time هو راجع دستانس الكل كام 100 تمام طيب ويه total time 80 برافو عليكم شاطرين احسبها كده على الكالكوليتور ويشوف هتطلع كام يبقى هتطلع 1.25 متر بير ساكن متر بير ساكن طيب السؤال نومبر سري هنحلو ازاي بقى السؤال نومبر سري قال لك سيدي عايز the average speed during the whole trip يعني اثناء الرحلة كلها على بعضها اثناء وهو running وreturned back يعني هو بيجري ولما رجع يبقى التوتال distance عندي هتبقى كام ها هتكون 100 لا 100 وهو ايه running وكمان plus 100 كمان وهو return back يبقى التوتال distance عندي كام ب200 عظيم طب والتايم التوتال تايم بقى انا عايز التوتال distance divided التوتال تايم التوتال تايم كام 10 seconds هو running و80 وهو return back يبقى 10 plus 80 equal 90 هي يبقى 200 divided 90 equal كام 2.2 meter per second طبعا انت هحسابها بالكاركريتر يعني مش عايزك تحمل حاجة ايه بالفهلاوة بالكاركريتر زي الفول تمام يبقى انا هنا في البروبلم دي استخدمت الرول اللي هو average speed equal total distance divided total time خد بالك هو بيسألك في انهي جزئية تمام طبعا عايز يقولك ان average speed مش هتسقطه على كده عايزة تقولك على تركاس وغيرها واني ليها definition كمان هتقول ليه ايه ده average speed ليها two definitions اه بس قبل ما اقولك على definition ونقرأ تعال اقولك على حاجة تانية صغيرة كده الاول احنا كنا اخدنا في المرة اللي فاتت ان ال speed عبارة عن two types regular speed وال regular speed الاقزامبل اللي قدامي ده بيمثل regular speed ليه علشان cover the equal distance at equal periods of time في one second الكار دي بتتحرك 20 مت طيب تعال نحسب l speed في كل one second كده الواحدة عندي v هنا مفروض ان هي equal a distance divided time يبقى distance هنا بكام 20 مت و time at day one second يبقى 20 divided one يبقى speed became between طيب هنا v equal distance divided time distance between time one يبقى 20 divided one يبقى speed between طيب هنا كمان برضو كده speed became between يبقى الانترفال الاولانية speed between والتانية between والتالتة between طيب جميل تعالى بقى نحسب ال average speed لل a لل core دي واشوف هتساوي كام قالك انا لسه واخد الرول الجديدة هدل وقالولي ان ال average speed equal total distance divided total time تعرف تحسب لي total distance و total time قالك بسيط total distance انا عندي distance هنا 20 و20 و20 يبقى 20 plus 20 plus 20 equal 60 وال time 1 plus 1 plus 1 يبقى 3 يبقى 60 divided 3 يبقى V average equal 20 meter per second اوبا انت ملاحظ ايه انا ملاحظ ان average speed equal لل ايه لل regular speed دي صدفة لا مش صدفة انا بقولك ان العربية طول مصرها طول الطريق بتاعها هي ماشي على سرعة سبتة ومحددة هي 20 meter per second اسألك ال average بتاعها هيكون كام بديه يكون 20 meter per second ما هو معلش يعني هيكون 80 ولا هيكون 19 ولا هيجيب الارقام دي منين وهو ماشي بسبيد 20 meter per second طول المصار بتاعه فهو هيجيب اقل او اكتر منين صح ولا انا كلامي غلط يبقى 20 plus 20 plus 20 60 اخدتها رجزبيد هي ايه regular speed by which the object moves to cover the same distance at the same period of time بصوا وركز معايا علشان الرول ده او ال definition ده بيلغبطكم كتير اول اول لما بتشوف same distance at the same period of time بتقول ايه ده على طول ده regular speed وتجي تبص فوق تلاقي اول كلمة اصلا كتبها لك regular speed ومكمل ال definition ايه ده بقى ازاي ده لا ده السؤال غلط لا السؤال مش غلط ال average speed equal لل regular speed وبيكمل لك definition بتاع regular speed عادي جدا وانت فهمت ازاي average speed تكون equal لل regular speed لكن definition بتاع regular speed لو رجعت له هتلاقي يقول ايه it's the speed by which object moves to cover the same distance at the same period of time خد بالك من الفرق ان definition بتاع regular speed بيبدأ ب its speed بس لكن average speed definition بتاع بيبدأ ب its regular speed فهمت الفرق خد بالك وربط الكلام ببعضه علشان الموضوع يكون ثلث وبسيط بالنسب بالك ما تاخد كل definition لوحد طير مع نفسه حاول تفهم الكلام قبل ما تبدأ تحفظه اوكي تمام طيب الexamble اللي جاي ده برضو علشان يوضح لك الصورة اكتر وتبقى فهمها بشكل اكبر دي بتقول لك القليد the average speed اوبا ركز معي بقى لبيقول لك من اولها كده انا عايز احسب the average speed تمام انا عارف ان the average speed equal total distance divided total time خلاص انا كده عارف الرول وحطتها في دماغي كامل السؤال قال لك a of an object that covers a distance of 84 meter through 12 seconds تمام يبقى العالى بقى ايه نعمل نرسمها نرسم خط كده الخط ده ايه اللي هو مشيه ال distance دي قد ايه 84 في وقت تقد ايه في زمن قد ايه 12 seconds بقى دي كده متر ها zen وبعد كده مشي قد ايه 56 متر تمام كمل بقى ايه الخط ده كده مشي قدي 56 متر في وقت قدي في 8 seconds خلاص سكت كده قالك zen ها 28 meter slow 4 seconds في تاني لا خلاص يبقى هو بيقولك ان في car مثلا بدأت بتتحرك اول ديستانس مشيتها 84 متر في time ادي 12 seconds وبعدين مشيت ديستانس تانية اللي هي 56 متر in 8 ديستانس اللي بعديها 28 متر in 4 seconds تمام طب وبعدين قالك ببساطة جدا انا حبدأ احسب ال average speed احسب ها ازاي اقول total distance divided total time في اسهل من كده لا ما فيش اسهل من كده هل في average هتبقى ايه plus 56 plus 29 equal 168 168 وبعدين قالك total time total time 12 plus 8 plus 4 equal 24 ها equal 7 meter per second تمام 7 meter per second حلو قوي كده انا حسبت ايه ال average speed طيب انا هنا كده خلاص خلصت مسألتي كده نكون خلصنا average speed بكل تركتها كل حركتها ندخل على اخر definition عندنا في listen one وهو relative speed ايه بقى relative speed ده كمان يا ميس لأ بالراحة واحدة واحدة سهل جدا وبسيط يقولك relative speed relative to an observer يعني يا ميس كلمة relative speed بقى دي كمان ازاي لما الاشارة لسه بتعد والعربيات بتجري انت صراحت كده وركست معربية من المعربيات اللي بتجري دي اخدت بالك من ايه عربية تلعت تجري صاروخ لقيت ان relative speed بتاعتها قد 100 km انت حسد مميحة سروح وارس ايه ها انت وانت واقف على الارض انت وانت dettik انت وانت سابت واقف على الرصيف انت حاسس بالكيمة السرعة الحقيقية للحاجات اللي بتتحرك فالعربية اللي جات من جنب عمال رووو دي انت حسيت بالسرعة الحقيقية بتاعتها اللي هي مثلا سي سبيت بتاعتها 100 كيلومتر بالاور تمام لكن نفس العربية اللي كانت ماشية من جنبك وانت واقف على الرصيف وحسيت بال رووو دي وانت راكب جنب السواء العربية دي هتحس بنفس السرعة هتقول لي ميز دي انا حبص على الرجل اللي بيسوه جنبي هحس ان هو قاعد وانا قاعد وهنحس كأنه مفيش حركة اصلا صح ولا لا هقولك اه انت عندك حق انت كأوبزيرفر راكب جوه العربية اللي بتتحرك بسبيت 100 كيلومتر بالاور مش هتحس اصلا بالسرعة الجبارة دي لا مش هتحس بيه انت هتحس انها عادي رجل جنبك قاعدة هو ما بيتحركش معين انتو على فكرة بتتحركوا بس انت مش حاسس بدا ومن هنا بيقولك ان الرجل في سبيت بتعتمد على حاجتين الابزيرفر استيت يعني حالة الابزيرفر ده الابزيرفر ده استاتيك ثابت في مكان ولا موف طيب استاتيك وخلصنا منها طب لو موف طب ان سام ديركشن في نفس اتجاه الابجيكت اللي بيتحرك ولا ان اوبزيرفر ديركشن كل الحاجات دي بتفرق في الرجل في سبيت طب ميس ممكن تفاهميني اكتر حاضر عناية الاتنين تعالى نشوف الكيسيس بتاعتنا وحنفهم اكتر الرجل في سبيت يبقى تاني الرجل في سبيت ايه هي it's the speed of a moving object relative to an observer تمام الرجل في سبيت دي بتختلف بتعتمد على ايه depends on the observer state and its direction الكلمات دي مهمة جدا ولازم تفهم قوي النوت دي الرجل في سبيت بتعتمد على ايه على ال observer's state وال its direction والتجاه حركته طيب اول الكيس عندي بيقولك the observer is at rest يعني ايه at rest يعني constant يعني static يعني ايه كل الكلام اللي بتقريده يعني ثابت يعني واقف على الرصيف وبيبص على الاشياء اللي بتتحرك هو ثابت هو واقف تمام ساعتها ال relative speed هتكون equal ال real speed هي ايه ال real speed اللي انت بتقوليها دي يا ميس real speed دي معناها السرعة الحقيقية السرعة الفعلية لل object اللي بيتحرك السرعة اللي بيتحرك بيها فعلا يبقى تاني the observer is at rest لما ال observer يكون static ثابت واقف على الارض ساعتها relative speed equal real speed ازاي بص للبيكتشر دي الولد ده واقف على الرصيف والعربية الحمراء دي جاية تجري عليه هو static على الايه على الرصيف والقار دي جاية عليه تجري الالسبيت بتاعتها relative speed بكام كده بإكوال 100 كيلومتر بر اور عرفت ازاي قالك relative speed equal real speed equal 100 كيلومتر بر اور تمام خلاص تمام الكيس نمبر 2 بتقولك بهذا observer is moving اه خلاص بقى احنا شوفنا الكيس بتاعت الرست تعال بقى نشوف لما observer يكون بيتحرك طبعا ميز هيتحرك in opposite direction ولا in same direction هنا في الكيس دي قالك in the opposite direction تمام خلاص يبقى ال object ده مثلا اهو والobserver اهو اللي اتنين ايه in opposite direction عكس اتجاه حركة بعض ها ساعتها هيحصل ايه relative speed equal real speed plus observer speed يعني ايه يعني relative speed هتكون بتساوي ال real speed السرعة الحقيقية للكار بي plus سرعته هو نفسه الobserver اللي اتنين مع بعض ال relative speed هتكون ال real speed plus ال observer speed يبقى ال object اصلا اللي بيتحرك بيتحرك بspeed 60 km per hour وال observer بيتحرك بspeed 30 km per hour طب relative speed equal كام هو ال observer in opposite direction عكس اتجاه ايه الموفينج object وبالتالي قالك ان relative speed equal 60 plus 30 equal 90 km meter per hour اوه يبقى لما ال object يكون بيتحرك in opposite direction بالنسبة ال observer ساعتها هنعمل ايه plus real speed مع ايه ال observer's speed تمام طب ساعتها كمان هلوحظ ان relative speed more than ال real speed وال observer's speed صح ولا لا اوه انا لما عملت 60 plus 30 لقيت ان ال equal 90 km per hour و90 اكبر من 30 واكبر من 60 صح ولا لا اوه فعلا يبقى the relative speed of the car equal 60 plus 30 equal 90 km per hour the relative speed is more than more than the real speed of any of them تمام يبقى ال relative speed هتكون اكبر منهم هما الاتنين من observer's speed ومن real speed of the moving gobbled الكاس اللي بعديها بيقول the observer is moving in the same direction at different speed اوبا هنا بقى قالك هو برضو بيتحرك بس بقى in same direction في نفس اتجاه الحركة في ايه in same direction في نفس اتجاه ايه حركة ايه الكار طيب ساعتها هيحصل ايه قالك ببساطة the relative speed the relative speed equal real speed minus observer's speed يبقى تاني relative speed في الحالة دي هتبقى ايه real speed minus observer's speed عربيتين ماشيين جنب بعض الاوبزور راكب في الكار اللي سرعتها 60 كيلومتر per hour والكار اللي هو مركز معاها وبيرقبها وبيشوف سرعتها هي السرعة الريل الحقيقية بتاعتها 100 كيلومتر per hour اللي اتنين ماشيين في نفس ال direction same direction اللي هيحصل انا كأوبزيرفر راكب في العربية 60 كيلومتر per hour وبلاحز العربية اللي ماشية بسرعة 100 كيلومتر per hour هحس ان الكار دي كأنها ماشية بسبيل 40 كيلومتر per hour تقولي انت جبت الفرعة دي منين هقولك هحس بالفرق السرعة اللي ما بيني وما بينها يعني مش هحس بسرعتها كلها لا ما وانا ماشي ب60 وهي ماشية ب100 فانا مش هحس بال ايه غير الفرق اللي ما بيني وما بينها صح ولا ايه بالضبط يبقى زرالة في speed equal the speed minus the observer speed تمام يبقى في المسلا زي اللي عندي قدامي دلوقتي عندي الكار الورانج دي المفروض اللي فيها observer سرعتها قدي 60 كيلومتر per hour والكار التانية اللي بشوف سرعتها واللي برائبها هي سبيت real speed بتاعتها 100 كيلومتر per hour طب يترى الريراتف speed بقى نحسب ها ازاي قال لك الريراتف speed هي real speed minus observer speed equal 100 minus 60 equal 40 كيلومتر per hour تمام وده معناقي انا لاحظت ان الريراتف speed المرادي هي للزان ها الرير speed ولزان ال عندي اخر كيس في ال ريراتف speed بتقول لي ايه بقى ال two cars in same direction تمام ال observer وال moving object in same direction وكمان ها add the same speed بنفس السرعة تقول لي ايه ده نس ده احنا قلنا لما يكونوا in same direction بنعمل real speed minus observer speed طب ما كده دلوقتي الاتنين ماشيين بنفس speed يعني سي مثلا 60 minus 60 هتبقى ايه equal zero ما تخافش شاطر يبقى the observer is moving in the same direction at same speed يبقى انا في same direction يبقى انا ايه يبقى حامل minus يبقى relative speed equal difference between the two speeds يعني 60 minus 60 equal zero 100 minus 100 equal zero يبقى على طول لما observer يكون بيتحرك in the same direction at the same speed ساعتها relative speed equal zero يعني حس كأن العربية اللي جنبي ما بتتحركش مع ان احنا فعلا بنتحرك يعني بالفعل احنا بقيه في حرقة بس انا حشعر الريلتف ستكون بكام بزيرو ومش هحس ان هو بيتحرك تمام يبقى زي ما احنا قلنا the object seems static يعني حيبدو ليا الobject اللي انا برقبه ان هو ثابت وما بيتحرك سؤال what is meant by مهم وفيه تركاز غير كده بس ركز كويس وانت بتقرس سؤال اهو انا بقولك ركز كويس قوي وانت بتقرس سؤال what is meant boy the relative speed of moving a car equals 70 kilometer per hour to an observer moves in the opposite direction at a speed 20 kilometer per hour ركز تاني هو قالك مين قالك relative speed قومت ها كام 70 kilometer per hour وي observer بيتحرك in opposite direction at speed 20 kilometer per hour اه يعني انت يا ميس عايزة تقوليلي ان انا معايا relative speed equal 70 kilometer per hour ومعايا observer speed equal 20 kilometer per hour كده انا ناقصني مين كده ناقصني ال real speed طب ال real speed هنا ساعتها هحل لها ازاي هقول the real speed equal the relative speed minus the observer speed ساعتها هقول 70 minus 20 equal 50 مين ال equal 50 هي ال real speed يبقى السؤال اللي هقول اللي جابته ايه this means that the real speed of car equals 50 kilometer per hour تمام كده احنا هنكون خلصنا listen one كل على بعضه يارب يكون سهل وبسيط عليكم عايزاكم تذكر كويس عيد الفيديو كذا مرة علشان تأكد المعلومة يارب نكون سهلنا عليكم المعلومة وقدرنا ان احنا نفيدكم ونبسط عليكم المذاكرة واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله و باي باي اشتركوا في القناة